موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات الطالبات أبناء الطلبة أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات دروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر في هذه الحلقة سوف نتناول الوراثة الجزائية لدى الإنسان ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا موسيقى أهلا بكم من جديد ذكرت لكم قبل الفاصل عزيزتي الطالبة عزيز الطالب أننا سوف نتناول في هذه الحلقة الوراثة الجزائية لدى الإنسان وكذلك سوف نتناول المراكز المتعلقة في دراسة الوراثة في دولة الكويت فتابعوا معي الوراثة الجزائية لدى الإنسان في العام 1953 خطى واتسون وكريك الخطوة الأولى باتجاه جعل العلم الوراثة علما يهتم بدراسة جزائيات المادة الوراثية حين اكتشفا التركيب الحلزوني المزدوج لحمض دي أن ايه ولا يزال العلماء منذ ذلك الوقت في سباق الاكتشاف المزيد عن المادة الوراثية وما توصلوا إليه حتى اليوم يعد إنجازا علميا كبيرا فقد اكتشفوا الكثير عن التركيب حمض النووي دي أن ايه من خلال مشروع الجينوم البشري واستطاعوا قراءة الشيفرة الجزائية للجينات وتحليلها وحتى تغييرها في العام 1984 طرحت فكرة تحديد الجينوم البشري للمرة الأولى ما هو الجينوم؟ هو مجموع الجينات الموجودة في نواة الخلايا أي كامل المادة الوراثية المكونة من الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين دي أن ايه وتمثلت أولى الخطوات بإنشاء منظمة الجينوم البشري إذن عزيزتي الطالبة عزيز الطالب تضافرت جهود العلماء لاكتشاف الجينوم البشري وهو معرفة الجينات الموجودة على الدي أن ايه في الإنسان مشروع الجينوم البشري ثم طرح مشروع الجينوم البشري وهو محاولة لإعداد تتابع حمض دي أن ايه البشري كله والذي بدأ تطبيقه في أكتوبر 1990 من خلال تعاون بين وزارة الطاقة الأمريكية ووكالة المعاهد الوطنية الصحية وتعاونت معظم الدول المتقدمة في المجال الطبي وكان من المفترض أن يستمر المشروع خمسة عشر عاما إلا أن انتهاءه أعلن سنة 2003 بفضل التقدم التكنولوجي السريع ما هي أهداف المشروع الرئيسية؟ أولا تحديد عدد الجينات التي يحتويها حمض دي أن ايه البشري وظهر عددها يتراوح ما بين عشرين وخمسة وعشرين ألف جين تقريبا ثانيا التعرف على تتابع ثلاث مليارات زوج من القواعد النيتروجينية التي تكون حمض دي أن ايه البشري ثالثا تخزين جميع المعلومات على قواعد للبيانات رابعا تطوير الأدوات اللازمة لتحليل هذه البيانات خامسا دراسة القضايا الأخلاقية القانونية والاجتماعية الناشئة من المشروع إذن عزيزة الطالبة عزيز الطالب بالإضافة إلى معرفة مواقع الجينات أراد العلماء معرفة التتابعات للقواعد النيتروجينية في الدي أن ايه الإنسان وللمساعدة في تحقيق هذه الأهداف درس الباحثون أيضا التركيب الجيني للعديد من الكائنات الحية الأخرى ومنها بكتيريا الإشريشيا كولاي ذبابة الفاكهة وفئران المختبر لكن كيف فعل العلماء ذلك؟ أولا التتابع السريع وثانيا البحث عن الجينات والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب سوف نبحث في هاتين النقطتين فتابعوا معي التتابع السريع أن التقدم في تقنية تحديد تتابعات حمض دي أن ايه التي درستها سابقا والنتائج المترتبة عليها سمحت للعلماء في نهاية القرن العشرين ولأول مرة بالتوصل إلى تحديد الجينوم البشري كاملا بدأ العلماء بتحليل دقيق لتتابع حمض دي أن ايه وذلك باستخدام تقنية تعرف بتتابع إطلاق الزناد وتعتمد هذه التقنية على تجزئة شريط دي أن ايه الأساسي وبشكل عشوائي إلى قطع صغيرة ومن ثم نسخها وتحديد تتابع القواعد لكل منها ثم يستخدم كمبيوتر لتحديد المناطق المتداخلة بين القطع المنفصلة وترتيب هذه القطع للوصول إلى التتابع النهائي كما في الشكل التالي والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب لننظر إلى هذا الشكل لنعرف هذه التتابعات هذا هو تتابع إطلاق الزناد أولا كروموسوم بشري يظهر في هذه الصورة ومن ثم تظهر لدينا قطع حمض دي أن ايه المنفصلة عن بعضها البعض في الكروموسوم ومعد ذلك نؤدي إلى تحديد تتابع قطع حمض دي أن ايه المنتجة عشوائيا وأخيرا الوصول إلى التتابع النهائي هذه هي تقنية تتابع إطلاق الزناد وفي العام 1996 تم تحديد تتابع حمض دي أن ايه لبكتيريا الاشريشيا كولاي فاتضح أنها تحتوي على 4.639.221 زوج فقط من القواعد في حين كان العلماء يعتقدون أن الجينوم البشري سيكون أكبر من ذلك بآلاف المرات ولكن عند استكمال المشروع الجينوم البشري تمكن العلماء من أحصاء أقل من 30 ألف جين فكانت دهشتهم كبيرة لأنهم كانوا يعتقدون أن عدد الجينات المقدر هو 100 ألف جين نسبة إلى عددها فيلدروسوفيلا 14 ألف جين ويعمل العلماء على معرفة كيف أن جينات قليلة نسبيا تستطيع أن تكون كائنا معقد التركيب كالكائن البشري إذن عزيزتي الطالبة عزيز الطالب ما أثار دهشة العلماء أن الإنسان توقعوا أن تكون عدد جيناته أكثر بكثير ولكن كيف أن هذا العدد القليل من الجينات يؤدي إلى هذا الكائن المعقد التركيب سبحان الله باء البحث عن الجينات أجرى علماء الأحياء الجزائية أبحاثا جعلتهم يتوصلون على معرفة الجينات وعددها من خلال مجلدات المعلومات للجينوم البشري 22 زوج من الكروموسوم الجسمي وال22 زوج من الكروموسوم الجنسي فاستخدموا تقنيات متعددة منها ما يعرف بتحديد إطار القراءة المفتوحة ما المقصود بتحديد إطار القراءة المفتوحة هي عبارة عن سلسلة قواعد حمض DNA التي يمكن أن تشكل جزءا من عمل تتابع mRNA المسؤول عن تشفير بروتين معين ومن المعروف أن تتابعات القواعد في حمض DNA تحتوي على أجزاء أخرى تسمى الإكسونات وتكون مسؤولة عن تشفير البروتين وأجزاء أخرى تسمى الإنترونات تنسخ في شريط mRNA وكما تعرفون عزيزة الطالب أن mRNA هو ميسنجر RNA أي RNA الرسول تابعوا معي لكنها غير مسؤولة عن تشفير البروتين فيتم قطعها في عملية تحرير mRNA لذلك عمل الباحثون على إيجاد التتابعات الخاصة لحمض DNA التي تحدد الحدود بين الإنترونات والإكسونات وذلك لمعرفة طول الجين الحقيقي والكامل وعندما تكتمل العملية غالبا ما يتمكن الباحثون من تحديد محفز الجين بالإضافة على مواقع البدء والوقف لعملية النسخ كما هو موضح في الشكل لاحظوا معي في هذا الشكل هنا من الجانب الأيسر المحفز وهنا موقع بدء النسخ هذا هو الجين وهنا إيقاف النسخ وهذه هي التتابعات المختلفة لهذه العملية وقام الباحثون من كافة أنحاء العالم بتحليل الكميات الضخمة من المعلومات في تتابع حمض DNA باحثين عن الجينات التي قد تزودهم بمعلومات عن بعض السمات الأساسية للحياة بالإضافة إلى أهميتها العلمية وتسمح بفهم تركيب الجينات الأساسية وكيفية التحكم بها تشجع شركات التقنية الحيوية الأبحاث للوصول إلى معلومات تفيد في تطوير الأدوية الجديدة ومعالجة الأمراض وهذه عزيزة الطالبة عزيز الطالب من أهم النقاط التي يمكن استخدام التقنية الحيوية في الوراثة من خلال إنتاج الأدوية التي تفيد الإنسان يمكن أن يستخدم الباحثون في الجينوم البشري تتابعات حمض DNA لتحديد الكثير من الجينات استخدامات مشروع الجينوم البشري الفحص الجيني إذا افترضنا أن شخصين مقبلين على الزواج يشكان في أنهما يحملان جينات متنحية لمرض وراثي مثل التلف الحويصلي أو أي مرض وراثي آخر فكيف يمكنهما التأكد من شكوكهما؟ يسمح الفحص الجيني بالتأكد من احتمال إنجاب أطفال مصابين بأمراض جينية فالجين المسؤول عن مرض التليف الحويصلي له تتابعات معينة للقواعد المكونة لحمض DNA تختلف بدرجة طفيفة عن تتابعات الجين السليم وقد سمح تطور التقنيات الحديثة للاختبارات الوراثية بالتوصل إلى معرفة هذه الاختلافات بين الجينات السليمة وتلك غير السليمة وأحيانا ما تستخدم مصبارات حمض DNA مشعة لكشف تتابعات معينة موجودة في الجين المسبب للأمراض إذن عزيزة الطالبة عزيز الطالب يمكننا اكتشاف بعض الصفات الوراثية التي ممكن أن تؤدي إلى المرض قبل الزواج بعض الاختبارات الأخرى تستعمل تقنيات شاملة لكشف التغيرات في المواقع المقطوعة بإنزيم القطع والاختلافات في أطوال الجينات السليمة وغير السليمة التشخيص قبل الولادة لا يقتصر إجراء الفحص الجيني على الأفراد البالغين أو المقبلين على الزواج في التقنيات الحديثة سمحت أيضا بإجراء اختبارات عدة للأجنة مثل فحص السائل الأمنيوني كما في الشكل التالي لاحظوا هنا في هذا الرسم هنا السائل الأمنيوني المحيط بالجنين داخل رحم الأم هذا هو رحم الأم هذه هي المشيمة وهنا الجنين وهنا ما صح ضوئي بالموجات فوق الضوئية وهنا عن طريق حقنا يمكن أخذ جزء من السائل الأمنيوني أيضا يمكن فحص خلايا من الأنسجة المشيمية لإعداد نمطه النووي ودراسته أو لإجراء فحص حمض دي أن اي الجنين قبل الولادة للتأكد من عدم موجود تشوهات كروموسومية كمتلازمة داون ويسمى مجموع تلك التقنيات بالتشخيص قبل الولادة وهو يسمح باكتشاف الأمراض مبكرا ما يساعد أحيانا على إيجاد العلاج السريع لها مثل حالة الفينيل كوتينوريا يدخل الطبيب حقنا إلى داخل الكيس المحيط بالجنين عبر جدار بطن الأم ويسحب عينة صغيرة من السائل الأمنيوني لإجراء الفحص الجيني يوضح سجل النسب في الشكل عائلة يعاني فرد منها مرض نسف الدم أو الهيموفيلية وهو مرض وراثي مرتبط بالكروموسوم الجنسي X وناتج من أليل متنحي وقد سمحت التقنيات المخصصة للتشخيص قبل الولادة بتشخيص الجنين الزوجين 2-1 و2-2 بسبب إمكانية إصابته بالمرض لاحظوا هنا هنا طفل مصاب بالمرض يوضح الشكل الليلين السليم وغير السليم للجين المسؤول عن تكوين المواد المخثرة للدم وأماكن القطع لإنزيم القطع بي جي أل تو وأماكن التصاق المسبار المشع دي أكس 13 لاحظوا معي في هذا الرسم هنا جين مسؤول عن تكوين المواد المخثرة للدم في الليل سليم وهنا جين مسؤول عن تكوين المواد المخثرة للدم في الليل غير سليم وهذا هو مسبار مشع دي أكس 13 والمسبار المشع دي أكس 13 وهنا أماكن إنزيمات القطع كما يوضح نتائج الفصل الكهربائي للهلام لعدد من أفراد العائلة وكما ذكرت لكم عزيزة الطالبة عزيز الطالب أن الكويت وضعت مراكز استشارية خاصة في الوراثة فلنطلع عليها المراكز الاستشارية الوراثية في دولة الكويت الأمراض الوراثية الشائعة كالثلسيمية مثلا مصدرها توارث جينات ممرضة أو معتلة متنحية أو سائدة تؤدي على ظهور عيوب خلقية أو عقلية أو أمراض عبر الأجيال المتتالية وكشف العديد من الأبحاث والدراسات العلمية التي أجريت حول توارث أمراض ورافية متنحية من خلال دراسة سجل نسب العائلات أن زواج الأقارب يزيد من فرص إصابة أولادهم بتلك الأمراض ويعود ذلك إلى زيادة في الاحتمال أن كل الأبوين ذي القرابة ثلاثة أربعة وثلاثة ثلاثة يمكنهما أن يحملاء الإليل الممرض المتنحي الموروث من أبائهم واحد اثنين وواحد واحد تأثيرات الأمراض المتوارثة في المريض ومحيطه تتخطى تأثيرات الأمراض المتوارثة المريض ومعاناته الجسدية والنفسية والاجتماعية لتشمل الأسرة القريبة والنظام الصحي بشكل عام وتتراوح تأثيرات الأمراض الوراثية من ولاد الطفل حي بعيب خلقي شديد أو الإصابة بمشكلات تأخر في المهارات وتأخر عقلي على ولاد الطفل مصاب بأمراض خطيرة ومميتة أو بعيوب خلقية شديدة تهدد حياته وقد تؤدي إلى وفاته في عمر صغير وتحتاج نسبة كبيرة من هؤلاء المصابين إلى عناية مستدامة من أهلهم ومحيطهم في جميع الحالات تتطلب العناية بهؤلاء الأشخاص مصاريف كثيرة تشكل عبءا كبيرا على كاهل الأهل والنظام الصحي من هنا كانت أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إذ يتمكن الخطيبان من معرفة ما إذا كانا حاملين الجينات معتلة وإمكانية إنجابهما أولاد مصابين بأمراض وراثية والطرق الوقائية التي يجب اتباعها من هنا تظهر عزيزة الطالبة أهمية مثل هذه المراكز الاستشارية التي تعطي للزوج والزوجة قبل الزواج فكرة عن إمكانية حصول هذه الأمراض أو عدمها الفحوصات والتحاليل الوراثية يمكن الحد من إنجاب أطفال معتلين كي نجنبهم وأهلهم مصاعب الحياة وذلك من خلال واحد القيام بحملات توعية من قبل جهات مختصة للتوعية حول الأمراض الوراثية المنتشرة من ناحية ماهيتها وتأثيرها على المريض وعائلته اثنين اجراء الفحوصات الضرورية قبل الزواج وبخاصة في حال ظهور مرض وراثي معين في العائلة يسببه الليل متنحي في حالة زواج القرابة يمكن الحد من إنجاب أطفال معتلين كي نجنبهم وأهلهم مصاعب الحياة وذلك من خلال كان الخطيبان متقدمين في السن تأرض الخطيبان لحوادث أو في حال أجبر أحدهما على المكوث في مكان عمله حيث تنتشر الإشعاعات النووية ما يزيد من احتمالات الإصابة بالعقم أو التشوهات الجينية من الأمراض الوراثية التي يمكن فحصها هي مرض الأنيميا المنجلية الثلاثيميا، أنيميا البحر المتوسط، أنيميا البقوليات والهيموفيليا ثلاثة، إجراء الفحوصات الضرورية قبل الولادة وبخاصة في حال تعرض الأم لظروف أجبرتها على المكوث في مكان تنتشر فيه الإشعاعات النووية ما قد يعرض الأجنة لتشوهات السن المتقدم للأمهات ومن الفحوصات التي تجريها الأم الحامل هي فحص مصل الأم وهو فحص دم تجريه المرأة الحامل للمساعدة على معرفة ما إذا كان الجنين حاملاً لمرض وراثي مثل متلازمة داون وغيره الشذوذ في النتائج الصورة فوق الصوتية للجنين أربعة، إجراء الفحوصات الضرورية بعد الولادة وبخاصة في حال ظهور عوارض سريرية على المولود أو نتائج غير طبيعية في تحاليل روتينية ومن البروتوكولات المرتبطة بالاستشارة الوراثية التي يتم اتباعها في المسح الوراثي لحديثه الولادة وهو فحص عين الدم تأخذ من قدم الطفل لمعرفة ما إذا كان الطفل حاملاً لمرض وراثي معين من الأمراض التي يتم فحصها ضمن برنامج المسح الوراثي لحديثي الولادة في دولة الكويت هما واحد، مرض الفينيل كورتينوريا كما درست سابقاً ينتج مرض الفينيل كورتينوريا عن الليل متنحي يؤدي إلى غياب أنزيم فينيل الأنيلين هايدروكسيليز الذي يكسر الحمض الأميني الفينيل أنيلين الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع مستوى هذا الحمض الأميني في الدم إلى مستوى مسمم معطلاً بعض المراكز العصبية في دماغ الطفل ينتج عن ذلك في أغلب الأحيان تخلف عقلي شديد غالباً ما يكون مصحوباً بنوبات صرع وأكزيم الجلد إذن عزيزة الطالبة، عزيز الطالب، للأطفال حديثي الولادة تقوم دولة الكويت بفحص الدم بأخذ عين الدم من قدم الطفل وعمل فحص شامل للوراثة أو لوجود أمراض وراثية عند الطفل لذلك يوفر برنامج المسح الوراثي لحديثي الولادة الفرصة لاكتشاف المرض وعلاجه مبكراً لتفادي الإصابة بالمرض يشمل علاج توفير وجبة غذائية للطفل خالية من الفلين أنالين على أن تأخذ هذه الوجبات تحت إشراف اختصاص تغذية كما توفر وزارة الصحة في الكويت تركيبة حليب خاصة لتلك الفئة من المرضى باء مرض قصور هرمون الغدى الدرقية الخلقية هو مرض ناتج عن وجود ضمور خلقي للغدى الدرقية أو عيوب في تصنيع الهرمون نتيجة الليل ممرض متنحي في بعض الحالات وسائد في حالات أخرى لا تظهر عوارض المرض عند الطفل عند ولادته بل لاحقاً في حياته تتمثل هذه العوارض بتشوهات في نمو العظام وبخاصة طويلة منها ما يؤدي إلى ظهور حالة القزامة بالإضافة إلى بطء النمو العاطفي والذهني ومن العوارض الأخرى التي قد تظهر هي الإمساك المزمن وخشونة الجلد وهبوط ضغط الدم والناس ومن هنا تظهر عزيزة الطالبة أهمية عمل هذه الفحوصات للجنين حال ولادته فوراً فهنا هذه الأعراض لا تظهر إلا بعد مدة طويلة من نمو الطفل واكتشافها مبكراً يؤدي إلى المساعدة على علاج بعض هذه الحالات العلاج بسيط وسهل جداً وهو عبارة عن تناول جرعة محددة يومياً من هرمون الغدى الدرقية التعويضي بدءاً من الأيام الأولى من حياة الطفل لذلك يوفر برنامج المسح الوراثي لحديثي الولادة الفرصة لاكتشاف المرض وعلاجه مبكراً لتفادي ظهور عوارض المرض تقنية التشخيص الجيني في مرحلة ما قبله لانغراس في حال تم قرار الزواج بين خطيبين حاملين لأليل ممرض هناك طريقة للحد من انتقال المرض الوراثي للأولاد وهو تقنية التشخيص الجيني في مرحلة ما قبل الانغراس هذه التقنية عبارة عن فحص البويضة الملقحة في المختبر قبل حصول الانغراس في رحم الأم وتعتمد هذه التقنية على مراحل متعددة تجري بشكل منتظم بالتعاون بين اختصاص علم الجنين واختصاص العلوم الوراثية الجزائية إذن عزيزة الطالبة عزيزة الطالب يمكن تفادي بعض الأمراض حتى في حالة الزواج بين زوجين يحملان هذه الصفات الوراثية الممرضة فكيف ذلك؟ المراحل هي واحد إحداث عملية الأخصاب في انبوب مختبري أي جمع بويضات الزوجة والحيوانات المنوية للزوج في انبوب زجاجي في المختبر كما في الشكل ثانيا الحصول على خلية واحدة من كل جنين ناتج من الأخصاب في اليوم الثالث والتقصي عن وجود الأليل الممرض بواسطة تقنيات الفصل الكهربائي للهلام وتحليل حمض الـ DNA ثالثا نقل الأجنة السليمة فحسب إلى رحم الأم للانغراس والنمو أما إذا تبين وجود احتمال لظهور المرض فلا تنجز عملية نقل الجنين إلى الرحم كانت هذه عزيزة الطالبة عزيز الطالب بعض الإضاءات على أهمية الكشف الوراثي للأجنة والآن لنتأرف على بعض هذه العيادات تابعوا معي العيادات الاستشارية الوراثية تكون مهام الفريق الذي يعمل في هذه العيادات التالية توفير الرعاية الصحية والمعلومات والمشورة والدعم للعائلات التي يعاني أحد أفرادها من تشوخات خلقية نتيجة الضرابات وراثية متابعة ظهور مؤشرات مرضية مشابهة في أسرة قد تكون في خطر نتيجة الشك في إصابة بعض أفرادها بمرض وراثي فيجري فريق العمل دراسة ميدانية ومسحا لتحدد الأسر المعرضة للإصابة بمرض وراثي في مجموعة من السكان في منطقة ما وذلك بدراسة الضرابات أو أمراض هذه الأسر وتحديد أسبابها وتحليل أنماط توارث الجينات في الأسرة الواحدة واحتمال تكرار توارث الليل المرض واستعراض خيارات المعالجة وطرق الوقاية المتاحة نشر التوعية من خلال طرح مشكلات الأمراض الوراثية المنتشرة في وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع من الصحافة والإذاعة والتلفاز وذلك بواسطة برامج خاصة عن الأمراض الوراثية للفت نظر المجتمع والدولة إذن عزيزة الطالبة عزيز الطالب لنلقي نظرة عن بعض هذه العيادات في دولة الكويت هناك عيادات تخصصية لحديثي الولادة في منطقة الصباح الطبية والتي تعنى بتقديم خدمات تشخيصية وخدمات الاسترشاد الوراثي للعائلات التي يعاني أحد أفرادها من مرض وراثي وعيادات الوراثة التخصصية المنتشرة في كل من المستشفيات الحكومية والتي تعنى بتقديم المعلومات والبيانات والمنشورات الوراثية معهد الكويت للاختصاصات الطبية ومن مهامه تنظيم برنامج الطب العائلي بالإضافة إلى تدريب اختصاصيين في مجال الاستشارات الوراثية توفر هذه المراكز مركز للمعلومات الطبية والوراثية لطلبة مدارس الثانويات وكلية التمريض الذين يقومون بأبحاث حول أمراض وراثية أو تشوهات جينية ضمن منهج العلوم توفر هذه المراكز أيضا فرصة لموظفيها للمشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية لنشر الوعي الصحي الوراثي في المجتمع فرصة لتطوير أداء المستشارين لديها من خلال المشاركة في إجراء الأبحاث العلمية مع مراكز بحثية عالمية فرصة لتطوير مهامها من خلال إجراء أبحاث علمية مستدامة لمراقبة تطور انتقال مرض وراثي معين قيد الدراسة وتقديم إحصاءات سنوية عنه والآن عزيزة الطالبة عزيزة الطالب سوف نتعرف على مركز الكويت الأمراض الوراثية من أهم مراكز الاستشارات الوراثية في الكويت هو مركز الكويت لأمراض الوراثية ومختبر وراثة الخلية التابع له تأسس هذا المركز عام 1979 وهو يؤدي دورا مهما في الحد من انتقال الأمراض الوراثية في دولة الكويت من خلال برنامج تعزيز الصحة في الدولة من مهامه تشخيص الأمراض الوراثية مخبريا بالتعاون مع طباء وفنيين في مركز الأمراض الوراثية الفحص الطبي قبل الزواج تم إقرار قانون الفحص الطبي قبل الزواج في 12-11-2008 وهو إنجاز يحسب لصالح مركز الأمراض الوراثية التشخيص الجيني في مرحلة ما قبل الانغراس التوعية الصحية حول الأمراض الوراثية إعداد سجل للتشوهات الخلقية في دولة الكويت إعداد النمط النووي ورسم الخريطة الوراثية للأمراض الوراثية الأكثر انتشارا في دولة الكويت تعتبر دولة الكويت أول دولة خليجية من ضمن دول مجلس التعاون التي استكملت الخدمات الوراثية بحيث تم إنشاء هذا المركز وإنشاء مختبر الوراثة الخلوية التابع له في السنة نفسها وقد اعتبر هذا المختبر بمثابة مرجع معترف به في العالم وتم نشر الكثير من الأبحاث وكذلك نشر بعض المعلومات عن الأمراض الجديدة عزيزة الطالبة عزيزة الطالب ما هو دور المستشار المتعلق في الوراثة أو المستشار الوراثي؟ المستشار الوراثي يمكن دخول مجالا للمستشار الوراثي في مجموعة متنوعة من التخصصات بما في ذلك علم الأحياء وعلم الوراثة والتمريض والصحة العامة والعمل الاجتماعي يكون المستشار الوراثي حائزا على شهادة الماجستير ويكون قد خضع لدورات في التدريب المهني حول أمور الرعاية الصحية ميزات المستشار الوراثي؟ على المستشار الوراثي أن يكون ملما به المعارف في مجالات العلوم الأساسية كعلم الأجنة البشرية والعوامل التي تؤدي إلى نمو الجنين بشكل غير طبيعي والإجراءات التشخيصية ما قبل الولادة والتشوهات الخلقية المفاهيم والمبادئ الأساسية لعلم الوراثة البشرية وتطبيقاتها السريرية وتشمل هذه المبادئ معرفته معلومات عن الكروموسومات والوراثة الجزائية والكيمياء الحيوية التي هي من أساس حدوث الأمراض الوراثية علم الوراثة الطبية وعلم الأمراض ونظرية الإرشاد والتوجيه تشخيص الاضطرابات الوراثية البيوكيميائية وعلاجها وتحديد تقنيات الوقاية من توريثها إلى الأجيال التالية إعداد وتحليل سجل النسب لعائلة ما وتحليل مدى نسبة توارث الأولاد مرضا وراثيا ما وذلك من أجل تقديم مشورة وراثية دقيقة بعض تأثيرات وجود الأمراض الوراثية في عائلة ما بما في ذلك الاكتئاب والصدمات النفسية إلى هنا نكون قد وصلنا عزيزة الطالب عزيز الطالب إلى نهاية درس اليوم والآن سوف نأخذ بعض الأسئلة تابعوا معي أجب عن الأسئلة التالية ما المقصود بمشروع الجينوم البشري؟ أحسنتم محاولة لتحديد تتابع القواعد النيتروجينية في حمض DNA البشري وتحديد مواضع الجينات وعددها السؤال التالي أذكر استخدامين شائعين لاختبار الجينات غير السليمة والمسببة للأمراض الوراثية ممتاز فحص الجينات المسؤولة عن الاضطرابات الوراثية في حال وجود شكوك لدى الأهل حول حملهم الليلات غير سليمة قد يورثونها لأطفالهم أو في حال وجود شكوك متعلقة بالجنين وإصابته بأي مرض عن طريق التشخيص قبل الولادة إلى هنا نكون قد وصلنا عزيزة الطالبة عزيز الطالب إلى نهايات حلقات دروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر على أمل اللقاء بكم مع حلقة المراجعة لنهاية الفترة الرابعة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة